التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس تركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الحالية إلى اسطنبول ونقل وزير الخارجية رسالة شفهية من الرئيس السيسي لنظيره التركي كما تبادل الجانبان ووجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية والتي جاءت في صدارتها الأزمة التي يشهدها قطاع غزة مع التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق فضلا عن إعادة التحذير من مغبة الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وأشار الجانبان إلى أهمية التنسيق بين مصر وتركيا بشأن الوضع في ليبيا لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة وتبادل الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية كما أكد شكر الأهمية التي تليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين مبديا تطلع مصر لمضاعفة تجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة